اشتركوا في القناة تفعل معنا في الأخبار والمعلومات اللي بنتناولها في كل حلقات برنامج التريند طوال الفترة الماضية طبعا ردود الفعل كانت كبيرة جدا خاصة مبارح بعد ما أعلن الاتحاد الافريقي بشكل رسمي عن موعد قرأة السوبرليج قرأة الدوري الافريقي الممتاز اللي ان شاء الله تقرر إقامتها يوم السبت المقبل في مقر الكاف الساعة السابعة مساء الحمد لله كل الأخبار اللي بنقولها لحضراتكم قبل ما بتتم وبتعلم بشكل رسمي بتكون كل الكواليس والتفاصيل معنا فقط وحصريا هنا على شاشة قناة النادي الأهلي وعشان كده احنا النهاردة مكملين معاكم في نفس الموضوعات وعندنا النهاردة انفرادات أخرى بخصوص ملفات الأهلي خلال الفترة اللي جاي هنتكلم على مباراة سان جورجي الأثيوبي في الظل التطورات اللي تمت في الاتحاد الافريقي خلال الساعات الأخيرة هنتكلم على معاصقر الأهلي في النمسا والنهاردة عندنا مستجدات وأخبار جديدة هنتكلم النهاردة عن انفرادة قوي من العيار الثقيل التشكيل الجديد المرشح للجنة الحكام والذي سيعرض غدا على مجلس إدارة اتحاد الكرة وعندي فيه مفاجأة أتمنى ان يبقى فيها تراجع وما تتمش لان كده هيبقى فيه مشاكل كتيرة قوي خلال الفترة اللي جاي حلقة كالعادة وكما هو المعتاد دسمة فيها أخبار كتيرة فيها كهوليس كتيرة ولكن بسرعة عشان وقت الحلقة نبدأ بيه سؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة عاز أعرف توقعات حضراتكم على تشكيل الأهلي اللي ممكن يبدأ بيه لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وهي أول مباراة ياخدها الأهلي في بداية الموسم يوم 15 تسعة في المملكة العربية السعودية تقدر تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وانستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم للتشكيل وأعتقد هيبقى توقعات صعبة جدا في ظل أن لسه فيه مباراة ودية وفيه معسقر إعداد فما حدش عارف من النهاردة لغاية 15 تسعة إلا يحصل في تشكيل الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وكمان النهاردة هنتكلم على مفاجأة متعلقة بقائمة الأهلي التي تم إرسالها إلى الكاف وهذه القائمة اللي هتشارك في مباراة اتحاد العاصمة هل هي قائمة رهائية؟ هل لو فيه مستجدات خلال الفترة اللي جاية يقدر الأهلي يضيف أو يستبدل على القائمة اللي تم إرسالها يوم الاتنين الماضي؟ كل ده النهاردة نتكلم فيه من خلال برنامج التريند لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في تريند الأهلي الفريق يواصل تدريباته في معسقر النمسا وكمان الأهلي يواجه سان جورج خارج إثيوبيا وفي التريند العالمي محولة أخيرة من اتحاد جدة لضم صلاح صلاح بقاله ساعات بيوصل رسائل مهمة جدا من خلال حساباته الرسمية على السوشيال ميديا ولكن يبدو لسه المسؤولين في التحاد جدة بيحاولوا قدر الإمكان ولكن صلاح عايز يوصل رسالة مهمة جدا أنه عايز يكمل في ليفربول خلال الفترة اللي جاية هنشوف اللي هيحصل في الملف ده خلال الساعات القادمة فاصل ثم نواصل بعد الفاصل ملفات كتيرة النهاردة هنتكلم فيها في فقرة تريند تريند ومن المعروف عننا الحمد لله احنا بنحاول قدر إمكان نعرب من التفاصيل والكواليس ونلقوا كل الجديد اللي بيحصل في الساحة الرياضية أول حاجة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15-9 في السوبر الإفريقي يوم 15-9 في المملكة العربية السعودية هذه المباراة كان فيه كلام كتير عليها الفترة اللي فاتت الناس كلها كانت الآن فكرة إرسال القايمة وأفراد الجهاز الفني والإداري والطب السبع اللي يكونوا موجودين على ديكة البودالي الناس كتير كانت من استغربة من فكرة بدري أو إرسال القايمة للاتحاد الإفريقي طب نفترض لقدر الله لو حصلت إصابة في صفقة جديدة ممكن تنضم للأهلي خلال الفترة اللي جاية الوضع القانوني هيبقى إيه؟ سألت في الجزائية دي عشان برضو إيه نطمن كل الجماهير الأهلوية في كل مكان حتى بعد إرسال قايمة الأهلي اللي هتشارك فيه مباراة اتحاد العاصمة يوم الاثنين الماضي تم إرسال القايمة يوم الاثنين الماضي لا من هنا لغاية غلق باب القيد الإفريقي لو الأهلي تعاقد مع أي لعب في أي مركز خلال الفترة اللي جاية بشرط أن القيد الإفريقي كل لسه مستمر تقدر تستبدل وتقدر تضيف القايمة اللي أنت قدمتها عشان تشارك فيه لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري نفس الأمر لقدر الله لو في أي إصابة تقدر تستبدل أو تضيف أي لعب في القايمة خلال الفترة اللي جاية ولكن الشرط الأساسي مرتبط ده بالقيد الإفريقي مواعيد القيد الإفريقي طالما القيد لسه مستمر تقدر تضيف وتعدل وتستبدل بشكل عادي جدا لكن لو معاد القيد انتهى وتقفل خلاص دي القايمة النهائية اللي هتشارك بيها في مطش التحاد العاصمة الجزائري أنا حاولت قدر الإمكان أفهم تفاصيل هذا الموضوع لأن من يوم ما اتكلمت في هذا الخبر ونشرت هذا الخبر من يوم السبت اللي فات ناس كتيرة عملة تسأل بدر قوي 28 تمانية يعني لسه حوالي 15 أو 16 يوم على لقاء السوبر طب افرد لقدر الله في الفترة دي كلها حصلت أي حاجة إيه الوضع فاتطمنت من خلال بعض المعلومات اللي قدرت أوصلها من بعض المصادر اللي احنا نقدر نضيف أو نستبدل في القايمة خلال الساعات اللي جاية بشرط ان القيد الافريقي يكون لسه الويندو مفتوح القيد على السيستم الاتحاد الافريقي مستمر ما يكونش أغلق والأمر ده على فكرة بيسري على الأهلي وعلى اتحاد العاصمة الجزائري أمر آخر موقف تذاكر مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي والتحاد العاصمة وبتجي لي رسائل كتير من جماهير أهلوية يمكن تحديدا في المملكة العربية السعودية ما تيلقوش فكرة ان تذاكر تطرح قبل معاد المباراة بيوم أو يومين أو تلاتة الكلام ده مش وارد تماما التذاكر حسب برضو ما تقل من بعض المصادر ان التذاكر هيتم طرحها قبل فترة مناسبة من معاد المباراة المباراة خمس تشر تسعة يعني بتتكلم ممكن خلال أسبوع بحد أقصى قبل معاد المباراة هيكون اتفتح سيستم التذاكر عشان يتم حجز تذاكر هذه المباراة التذاكر هتكون من خلال ايه؟ من خلال اللجنة المنظمة من خلال الاتحاد السعودي الاتحاد السعودي هو الجهة المنظمة لمباراة السوبر الافريقي فهيتم طرح تذاكر لقاء السوبر من خلال الجهة المنظمة خلال الفترة اللي جاي وهيبقى فيه مساحة وقت مناسبة لفتح باب التذاكر من هنا لغاية الاسبوع اللي جاي نهاردة احنا اخر حلقة في الاسبوع بكرة وبعده اجازة ان شاء الله مع بداية الاسبوع المقبل هحاول اعرف لكم بالضبط امتى هيتم فتح باب تذاكر او حجز تذاكر لقاء السوبر ما بين الاهلي والتحاد العاصمة الجزائري كذلك معاد المباراة حتى الان المعاد المبدئي السادسة مساء بتوقيت القاهرة وارد وارد في الاتفاق الرسمي مع اللجنة المنظمة والاتحاد السعودي يتم تغيير الموعد المباراة تبقى الساعة تمانية تبقى الساعة تسعة برضو ده يتحدد بحد اقصى خلال اسبوع عشان كل الامور التنظيمية الخاصة بالمباراة يتم تحددها واعلانها بشكل رسمي لكل الجماهير الاهلوية او حتى الجماهير الجزائرية اللي هتكون حضرة لتشجيع فريق اتحاد العاصمة في لقاء السوبر الافريقي دي كل التفاصيل الخاصة بمباراة السوبر الافريقي الجزائي التانية وهي متعلقة بمباراة سان جورج الاسيوبي هذه المباراة بالتأكيد هتكون فيه مستهل مباراة تدوري ابطال افريقيا لقاء الدور التمهيدي اللاثاني مباراة كنا انفرضنا وقومنا لحضراتكم ان المباراة تم تعديل معادها بدل ما تتلعب خمستاشر او سبتاشر او سبعتاشر تسعة تم تأجيلها لغاية اسبوع اخر تتلعب احد ايام اتنين وعشرين او تلاتة وعشرين او اربعة وعشرين تسعة دي مباراة الاهل وصن جورج في زهاب الدور التمهيدي الثاني لقاء العودة في القاهرة في نفس الموعيد المحددة مسبقا تلاتين تسعة او واحد اكتوبر ولكن المفاجأة ان الاتحاد الافريقي بالامس وفي ساعة متأخرة اعتمد قيمة ملاعب الاندية التي تأهلت الى الدور التمهيدي السني وكانت المفاجأة ان في العديد من الدول لن تستضيف مباريات الدور التمهيدي الثاني على ملعبها يعني اندية الدول دي مش هتلعب على ملعبها ابرزهم بوركينا فاسو بروندي افريقيا الوسطى اريتريا اسيوبيا جامبيا لسوتو النيجر سيريليون السودان جنوب السودان وزمبابوي دي ابرز الدول يعني هم حوالي 12 او 13 دولة لكن دي ابرز الدول طبعا اسيوبيا من ضمن الدول فبالتالي سان جورج الاسيوبي لن يستضيف الاهلي في اديس ابابا طب المباراة تلعب فين في مهلة حددها الاتحاد الافريقي حتى يوم الجمعة المقبل النهاردة الاربع بكرة الخميس بعد بكرة الجمعة يعني خلال الـ 72 ساعة الحالية فريق سان جورج امامه مهلة لتحديد الملعب البديل والدولة التي تستضيف هذه المباراة ممكن بقى اسيوبيا او سان جورج يحب يلعب في تونس يحب يلعب في المغرب عايز يلعب في جنوب افريقيا الاهل اتفق معاه وحابب يلعب في القاهرة لقاء الزهاب كل ده هيتضح خلال الفترة اللي جاية ولكن المهلة المحددة لسان جورج الاسيوبي لتحديد الملعب 72 ساعة تنتهي المهلة منتصف ليل الجمعة المقبل 1-9 ودي اول معلومة تتعلق بمشوار الاهلي في دوري اطال افريقيا في الظل التعديلات اللي تمت على فكرة الدور التمهيدي الثاني والاندية التي ستلعب على ملعبها من الامور الجيدة بالنسبة لي لما بصيت في قيمة الملعب مصر عندها ست ملعب تم اعتمادهم استاد القاهرة الدولي استاد برج العرب استاد السلام استاد هيئة قناة السويس في اسماعيلية واستاد السويس اه خمس ملعب خمس ملعب اه الملعب السادس استاد 30 يونيو استاد الدفاع الجوي كمان في القاهرة دولي ست ملعب بنتكلم على ثلاث ملعب في القاهرة استاد 30 يونيو استاد السلام استاد القاهرة دول معتمدين من قبل الكاف بالإضافة لأستاد برج العرب في الأسكندرية ثم ملعبين ملعب استاد السويس استاد محافظة السويس في السويس واستاد هيئة قناة السويس في الإسماعيل دي الملعب اللي تم اعتمادها تونس كانت كل مرة استاد رادس بس النهاردة استاد رادس وكمان ملعب سوسا ملعب النجم الساحلي كمان تم اعتماده عشان يلعب النجم السحلي عليه مباريات الدور التمهيدي التاني السودان وجنوب السودان مش هيلعبوا على ملعاله جيبوتي لن تستضيف الزمالك فريق جيبوتي لن يستضيف الزمالك في دوري أبطال إفريقيا ومعلوماتي إن غالبا أرطى سراري جيبوتي غالبا هيلعب مع الزمالك في تنزانيا دي أبرز الملامح الخاصة بملاعب الدور التمهيدي التاني ولكن المؤكد ودي معلومة رسمية بأكدها لحضراتكم ليس توقع ولا اجتهاد لا دي معلومة رسمية سان جورج الأسيوبي لن يواجه الأهلي في قديسة بابا مطلوب منه خلال 72 ساعة يحدد الملعب البديل ونتمنى إن شاء الله يكون في اتفاق لي مع النادي الأهلي إنه ممكن يلعب مباراة الزهاب في القاهرة خلال الفترة اللي جاي ده ملف تاني كمان بتكلم عليه بمننا بتكلم على بعض الملفات الإفريقية الخاصة بيه النادي الأهلي طيب ملف تالت وهو متعلق بأفشا محمد مجد أفشا اللي الأهلي جدد معاه خلال الأيام الماضية النهاردة أفشا كان ليه تصرحات ممتازة جدا وتصرحات للاعب بيقدر وعارف قيمة ومكانة النادي الأهلي بشكل كبير هو قال لم أتردد لحظة في التجديد والبقاء مع الأهلي شرف كبير قال وافقت على تجديد تعقدي مع النادي الأهلي وطوال حياتي لن يكون ليه شرط في البقاء للأهلي أو في الأهلي أنا وقعت على بياد بدون أي شرط شيء طبيعي بالنسبة لي بشكل شخصي أن أنا وقع للنادي الأهلي على بياد ضمكم على الشاشة يمكن جزء من تصريحات محمد مجد أفشا ودي تصريحات أفشا النهاردة للموقع الرسمي للنادي الأهلي قال سيظل هدفي في شباك الزمالك بنهاية دور الأبطال من الأهداف المحببة لجماهير النادي الأهلي وليه بشكل شخصي حققت 12 بطولة في أربع سنوات كلام مهم جدا لأفشا النهاردة ويندل على شيء بيدل على أنه لعيب بيقدر بشكل كبير جدا للنادي الأهلي وبيشرح كواليس تجديد عاعده مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية ويقدر خلال أربع سنين يحقق 12 بطولة طيب أخبار الأهلي في النمسا وكواليس الفريق في النمسا أكيد كل ده أنا أعرفه من خلال لازمنا فاروق صلاح موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في النمسا في معسكر الفريق فاروق مساء الخير عليك برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان أجواء أكثر من ممتازة يا محمد أنت عارف إحنا طبعا في مقاطعة باد تيتزي مندورف اللي بتبعد عن فيينا العاصمة بساعة ونصف يا مقر طبعا إقامة فريق للنادي الأهلي أجواء ممتازة يعني خلال دقائق قادمة إن شاء الله يكون انطلاق المران الرئيسي للنادي الأهلي اليوم اللي فضل مستر كولر أن يكون النهاردة هو تدريب وحيد اليوم طبعا بالأمس طبعا كان فيه تدريب على فترتين صباحي ومسائي ولكن اليوم تقرر أن يكون تدريب وحيدة يكون بعد دقائق إن شاء الله محمد يعني نتمنى إن شاء الله يعني سلامك كل اللعبين في الفترة اللي احنا موجودين فيها في المعسكر ويكون مردود هذا المعسكر خلال الفترة القادمة على الأهلي بإذن الله طبعا إنت عملت أجواء مميزة ومبسوط والابتسامة درجة حرارة عشرين يا سيدي بعيد عن الحرارة اللي احنا فيها والرطوبة طبعا يعني أنا مش أحسدك على هواء بس طبعا أجواء مميزة بالتأكيد يا فاروق المشهد نفسه كمان الخضرة والفيو اللي انت موجود فيه أكيد يعني ده بيدي على فكرة كمان انطباع جيد جدا وإحساس عند اللعبة فيه فتحة نفس كده وانت بتستعد للمسم الجديد بص يا محمد خلينا أقول لك إن الأجواء هنا كل شيء ممتع يعني الأجواء ريحة الجوة محمد مختلفة يعني اليوم بتاعك مختلف تفاصيله بكل يعني الزروف اللي فيه انت بتفتعينيك في أي مكان ارتياح نفسي صفاء أعتقد يعني اختيار هذا المكان اختيار موفق جدا جدا لإدارة النادي الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي لأن هذا المكان أعتقد يا محمد بالإمكانيات الموجودة بالظروف والمحيطة بالمكان بالإمكانيات اللي جوه المكان نفسه سواء بتحتاجها في النطاق الفني أو النطاق البدني أو النطاق الطبي أعتقد أتلاقيها غير متوفرة في أماكن كثيرة جدا لكن المكان الممتع اللعيبة محمد نتعرف فترة الإعداد مهم فيها مرحلة الصفاء الزهني اللعيب يومك كله نتعرف تدريب وجبات محاضرات طرفيه فأعتقد المكان مهم جدا ومميز جدا لما يكون عندك مكان بقيمة هذا المكان في فترة الإعداد طيب هنتكلم بقى على الأخبار النهاردة أبرز الأخبار اللي عندك من معسكر الفريق لن عندي شوية أسئلة كده بس الأول أسمع منك الجديد اللي عندك يعني خليني أهم خبر النهاردة طبعا يا محمد أن أكرم توفيق وكريم فؤاد طبعا لن يخوض التدريب اليوم كان توجه اللعبان برفقة الدكتور محمد وفائي إلى الملاقات الدكتور فينك الطبيب النمساوي اللي كان أجرى جراحة الرباط الصليبي لأكرم وكريم غادر اللعبين مقر الإقامة منذ الساعات الأولى طبعا في رحلة طيران هتستغرق يعني متكلم من ساعتين لتلت ساعات في رحلة طيران داخلي هنا في النمسا لملاقات الدكتور فينك زي ما قلنا برفقة الدكتور محمد وفائي نقطة مهمة جدا يا محمد نحن عايزين نبين ليه الأمر ده أو ليه اللعبة بيتم عرضها مع أنهم نزلوا التدريبات الجماعية وأنهوا البرنامج التأهيلي طبعا يا محمد أنت عارف وانت هتدر تستفيد في هذا الأمر أن اللعب مرحلة تأهيلي لعب ما بعد الأصابة بتبقى مقسمة لأكثر من مرحلة مرحلة الأولى قدها اللعبين في أحد المراكز الطبية في الدوحة وكانت مهمة جدا وكان قرار موفق جدا من مجلس إدارة الناجلالي أن اللعبة تأدي البرنامج التأهيلي للموضوع في الدوحة في أحد المراكز الطبية ثم طبعا بينزل مرحلة التدريبات الجماعية المرحلة الأخيرة طبعا أنت عارف حمد يا مرحلة بقى أن اللعب يبدأ ياخد التحامات أو يشارك فيه المباراة فدي الأمر الأخير اللي هيدع عليه النهاردة الدكتور فينك إن شاء الله الأبروف أو الموافقة طبقا طبعا للقياسات والأمور اللي تم إجراءها للعبين ولكن هتبقى يعمل تشخيص أخير لأكرم وكريم ويكونوا طبعا موجودين في مرحلة النادي الأهلي إن شاء الله من الغد لكن يعني تقدر تقول طمنا الدكتور تامر أبو العنين على كافة الأمور ويعني تقدر تقول أن الاثنين بس هكونوا مش موجودين إن شاء الله في تدريب اليوم النهاردة طبعا محمد يوم الفريق ابتدى في تمام الساعة العشرة والنصف صباحا طبعا كان فيه أكتر من جلسة جمعتنا بين مستر كولر مع الكابتن خالد بيبو تنسيق الأيام المعسكر هنا طبعا نتعرف الحديث الأكبر والأهم من اللعيبات دولية وموقف اللعيبة الدولية اللي تم إرسال يعني خطابات أو فاكسات للنادي الأهلي خاصة نتبتكلم فيه رباعي المنتخب المصري محمد عبد المنعي محمد الشناو محمداني ومروان عطية طبعا إلى جانب أليو ديانج اللي تم يعني أيضا منتخب بالي طبعا أعلن من استدعاء أليو ديانج فدي أمور طبعا مستر كولر مع الكابتن سيد عبد مع الكابتن خالد بيبو بيتكلم فهذه الأمور بيحاول أنه ينصق هذه الأمور أنت تعرف كلامه كله كان يا محمد عايز أن العباد دي فترة الإعداد أن العباد لازم تكون مهمة معايا خاصة أن أنا هنهي فترة الإعداد عندي مباراة سوبر سوبر الأفريقي هبدأ الموسم ببطولة فأعتقد يعني مستر كولر منزعك شوية من استدعاء اللاعبين خاصة أن مباراة إثيوبيا مباراة يعني مش هتأثر كتير أو مش هتكون يعني ليها تأثير كبير على المنتخب المصري أكيد طيب فاروق برضو أنا أتكلم معاك على فكرة بقى الفريق بخلاف التدريبات والمحاضرات بيقضي اليوم إزاي في وسط هذا الجو الخلاب والمناظر الطبيعية الجميلة يعني خلينا أقول لك محمد في بقى التفاصيل الفنية كتير جدا بيشتغل عليها الجهاز الفني للنادي الآلي بيعقد جلسات مع اللعبين محاضرات مع اللعبين لكن لو هنتكلم بقى ناخد اليوم من البداية محمد طبعا اليوم بيبدأ بوجبة الإفطار ثم بعد وجبة الإفطار بتبقى في جلسات مبين اللعبين في بعض الألعاب الترفيهية مبين اللعبين أنت عارف يعني لعبة الشطرنج وي لعبة البلاي ستيشن وخلينا أقول لك أن طبعا في اللعاب عاملة دورة للبلاي ستيشن بيشارك فيها كل لعاب النادي الآلي يعني خلينا أقول لك أن حتى الآن في تفوق في النتائج بتتكلم على طاهر محمد طاهر ومحمد مجد أفشا كريم نيفيد كابت محمد الشناوي أعتقد عاملة روح ما بين اللعبين لكن إن شاء الله محمد أول ما تنتهي لدورة البلاي ستيشن واللعاب اللي هيفوز بيها أكيدا يعني هنقول من من شلال القناة النادي الآلي المنافسة طبعا تعريق هي دورة بفروج المغلوب ولا دورة بنقاط يعني مين اللي خرج بدري بدري كده لا هو حتى أنا محمد معمولة بنظم المجموعات يعني المجموعات لسه يعني تقدر تقول إن شاء الله النهاردة بالليل هنشوف مين أول واحد هيغادر أو اللعبة اللي هتغادر فيه البطولة لكن طبعا يعني دي من الأمور اللي هي المعتادة خلاص يوميا ما بين اللعبين جلسات طبعا بعد واجبة الغداء بيبقى أيضا هناك جلسات ما بين اللعبين كابت محمد الشناوي اللي ما بيعديش حاجة بصراحة يعني كابت محمد الشناوي التفاصيل تعرف شرط القيادة في النادي الآلي وقيمة كابتن النادي الآلي التفاصيل بيقرب اللعبين يعني بشوف كلام كتب جدا ما بينه وما بين ريدا سليم الوافد الجديد على النادي الآلي كلامه مع معشور كلامه مع اللعبة للنشئين زعلوك معتز محمد بيقرب المسافات ما بين اللعبين فعلا قيادة النادي الآلي وشارط كابتن النادي الآلي المسئولية كبيرة جدا شخص بقيمة وما كانت محمد الشناوي جدير بهذا الأمر مستر كولر كلامه كلها محمد أعاداته كلها فنية يعني كل كلامه تحضير فني كلم على برافة نفسية الابتسامة موجودة طبعا عند مستر كولر أحاديثه مع هاري مع كارلوس المنضم حديثا ليه الجهاز الفني للنادلالي أعتقد أن عكساتها مهمة جدا على علاقة بالنادلالي طيب فيه سؤالين سؤال مهم جدا ليه علاقة بالكلام اللي مكتوب النهاردة على المواقع وأكيد أنت شفته برضو فكرة أن النهاردة كانت فيه مباراود دية وتلغت بسبب الإصابات وأن اللعبة عندها إصابات وبالتالي الجهاز الفني فضل إلغاء المباراة والدية عايز أعرف منك حقيقة الموضوع ده لأن أنا شفت كلام كتير على السوشيال ميديا وأنا عارف أن الكلام ده من صحيح بس برضو نسمع منك يا فارول أن أنت موجود في قلب الحدث وتطمن كل الجماهير الجماهير كتير ألقانة من التفاصيل المكتوبة النهاردة حمد دايما من خلالنا من خلال قناة النادلالي من خلال إدارة الإعلام النادلالي إحنا دايما بنيني للصورة بمنتهى المصدقية منتهى عن الصدق لكل جماهير للنادلالي تقد من خلال شاشة قناة النادلالي يعني الجماهير بتتابع بتشوف التمرين بتتفرج فيعني كل الكلام اللي أثير من قبل إصابات ما فيش أي إصابات خالصة محمد ده إحنا اتكلمنا في موضوع الإصابات اللي كانت موجودة عند النادلالي قبل ما يكون في هناك تحديد المباراة لكن خلينا أقول لك السبب الرئيسي طبعا لإلغاء هذه المباراة وطبعا ضعف المستوى الفني اللي شاهد يعني مستر كولر والجازي فني ارطأ أن المستوى الضعف يبقى فيه ضعف فني فيه مستوى الفريق يعني مستوى أقلي بكتير جدا من مستوى النادلالي وما كانش حابب بمستر كولر أن يخوض مباراة في البداية بالمستوى الضعيف يعني محمد أنت عارف أن مستر كولر بيبقى عامل أكيد يعني حمل متدرج ولكن هو ارطأ أن المباراة يكون مستوى على الجانب الفني مش هكون مفيدة للفريق أو للعبين سواء من الجانب الفني أو الجانب البدني يعني بلغة الكرة محمد كان مستر كولر عايز خصم أقوى شوية في هذه المباراة وخلينا أكد لك أن المباراة الأخيرة لنادلالي يخضوا يوم خمسة تسعة أمام خصم قوي جدا واحد من الأسماء الكبيرة في الكرة الأوروبية لكن الأمور التي تتقال على السوشيال ميديا أصابات اللعبين الكلام دي غير صحيح بالمرة محمد طيب أختم معاك بقى بحاجة طرفية النهاردة شفناها على السوشيال ميديا والتحدي وتر جلسة شالنج التحدي اللي تم بين اللعيبة في مسألة كوباية الميا ده التحدي جامد جدا على تيك توك يا فاروق يعني فيه ناس ممكن تعملها في كوباية قدامنا على الشاشة هي ممكن تعملها في كوباية الميا ممكن تعملها في بطل في إزازة يعني انت شايف الأمور دي ازاي والتحدي ده النهاردة من اللي كسب فيه ووجود مروان ووجود كمان إمام عشور تحديدا مع كهربا وقفشة ومروان عطية انسجم ودخل في وسط الفريق بص بص يا محمد النقطة دي مهمة جدا محمد أنت كنت موجود مع النادر آلي في معسكرات كتير جدا وعارف يعني دور العيد للنادر آلي أي العيد بيدخل للنادر آلي بينسجم سريعا في أجواء للنادر آلي خلينا أكد لك طبعا قهربا كان ليه جوسء كبير جدا إن هو يقرب إمام عشور من الأمور لكن إمام عشور بالنسبة لعابة النادر آلي ما كانش غريب عن لعابة النادر آلي فدي أمور مهمة جدا مميزة يعني ما بين اللعبين التحدي ده كان طبعا اللعاب النادر الآلي طبعا كان قفشة ويء كهربا مروان عطية وإمام عشور طبعا اللي خسر في التحدي مروان عطية أعيز أقول لك يعني أثناء التحدي الجميع يعني أنا بني لك بقى المشهد يا محمد الصورة بالكامل يعني اللعبة كان بدأت تعمل التحدي كان بس المتواجد الأربع الأربع لعبين فقط شدة المنافسة بقى محمد خلت جميع الأفراد البعثة كلها التفتت حول اللعبة الجميع التف حولين اللعبة شفنا مستر كولر بالجهاز والمعاون اللعبة يعني شدهم المشهد والتحدي اللي كان بين اللعبين حتى يعني اللي كانوا موجودين في المنتجة الجميع خلاص كله أمن على الطاولة من على الترفيزات الجميع أمن يتفرج على يعني كان فيه جمهور كتير جدا أنا محمد خلي بالك بيتفرج على هذا التحدي طبعا اللي سما قلنا خسر التحدي مروان عطية لكن الروح أنا عايز أقول لك أن التحدي اللي شافته أو اللي شافه جمهور النادي الآلي فيه تحديات تانية بتتعامل إن شاء الله هيتم عرضها من خلال طبعا مرصات النادي الآلي الإعلامية وشاشة قناة النادي الآلي تعرف يا محمد طبعا معسكر الإعداد لازم يكون فيه جزء طرفيه شوية يا محمد يعني الموضوع مش يبقى كورة طول اليوم بيبقى فيه جزء طرفيه حاجات دي طبعا الجمهور بيحب أنه يشوفها ويعني تعرف يا محمد مهم جدا أنها تتعامل في فترة الإعداد بتبقى مهمة جدا ومميزة جدا وبتزود من حالة الألفة ما بين اللعبين وما بين اللعبين والجمهور يا محمد أكيد أنت لو بصيت على التحدي بصراحة يعني عايز أقول لك أفشة وإمام عشور والكهرباء كهرباء جالوا تليفون والدته كانت بتطمن عليه قال لها دلوقتي أنا داخل في تحدي سبيني دلوقتي أخلص وأكلمك نقطة المية نزلة يعني بالملي فالتحدي كان حاجة خفيفة كده وزريفة الجمهور استمتع بي أنا بشكرك يا فاروق وبشكر كل الكروه اللي معاك وبالتأكيد من اتمنى لكم التوفيق رب فيه تغطية مميزة خلال الأيام القادم دي كانت كواليس معسكر الأهلي في النمسا وآخر أخبار الفريق وحسبنا نقاط مهمة جدا في ظل كلام كتير وأخبار كتير غلط في المواقع موضوع المباراة الودية تلقت عشان فيه إصابات كتيرة في صفوف الأهلي الكلام ده يا جماعة مش صحيح أصلا في البداية كان فيه عرض المباراة الودية ولكن مرسل كلر والجهاز الفني فضل أن تكون مباراة أخرى إذا أتيحت مع فريق آخر ولكن المباراة المؤكدة يوم خمسة تسعة زي ما زمننا فريق صلاح قال لنا من النمسا آخر ملف قبل ما أطلع الفاصل وده مش عايز أقول انفراد أنتوا تعودتم معنا دايما لأن احنا كل كلمة بنقولها الحمد لله يعني بتبقى صادقة وصحيحة بنسبة مية في المية والأيام هتثبت ده النهاردة كان فيه معسكر للحكام المساعدين من قبل لجنة الحكام وحصل النهاردة أمور جديدة شوية لأن كنا عارفين توفيه السيد استقال كابتن أيمن دي جيش استقال وباقي من لجنة الحكام حتى الآن مع فيتر بريرة أحمد أبو العيلة ومجدي رزق فيه اتصالات تمت مع عدد من الحكام جهات جريشة رفض سامير عثمان رفض ياسر عبد الرقوف رفض شريف صلاح رفض عدد كبير جدا من الحكام اتعرض عليهم يشتغلوا خلال الفترة اللي جاية في لجنة الحكام ولكن نسبة كبيرة جدا رفضت النهاردة في استدعاء لاتنين من الحكام المساعدين اللي كانوا موجودين قبل كده طبعا مش في اللجنة هما لو دخلوا اللجنة هيكون ده لأول مرة ولكن كانوا موجودين دايما في المباريات وعارفين أسماهم يعني كان كابتن أحمد الجرحي الحكم الدولي وكان أحمد دا ساهر الحكم الدولي المساعد أو الحكم المساعد برضو عارفينه من الحكام اللي كانوا موجودين في مباريات الدوري خلال السنوات ولكن الاتنين تحديدا بعد ما عتزلوا التحكيم بقدوا شوية عن مجال التحكيم ممكن أحمد ساهر عرفه شخصيا ودكتور في كلية تربية راضية ولكن بعد شوية عن مجال التحكيم النهاردة لجنة الحكام استدعتهم في معسكر الحكام المساعدين واتقالت لي كده بعض المعلومات أن أحمد أبو العيلة ومجد رزق هما اللي بلغوهم يكونوا موجودين في المعسكر وفي اتجاه أن يكونوا موجودين في تشكيل لجنة الحكام اللي هيتعرض بكرة على مجلس إدارة التحاد الكورة بحيث أن التشكيل يكون كل قاتي ودي أسماء احنا بنقولها النهاردة لأول مرة من خلال برنامج التريند فيتر بريرا رئيسا للجنة كابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنة كابتن أحمد أبو العيلة كابتن أحمد الجرحي كابتن أحمد ساهر ويقل كابتن مجد رزق مسؤول عن تقنية الفيديو الغريب بالنسبالي لو الأسماء دي تم اعتمادها بكرة لو الأسماء دي تم اعتمادها بكرة اللجنة كلها معدى بريرا ومحمد فاروق كلهم مساعدين أحمد أبو العيلة كان مساعد مجد رزق مساعد أحمد الجرحي مساعد ساهر مساعد الأربعة مساعدين التعينات هتبقى في إيد بريرا احنا عارفين ده ولكن ايه كم الحكام المساعدين اللي هيكونوا في اللجنة بالشكل ده وفين الخبرات وفين الناس اللي كانت موجودة في اللجانة السابقة وليه ما قدرش بيريرا يقنع عدد من الحكام ان يكونوا موجودين في اللجنة يعني انا متفاهم ممكن جهات جريشا مقبلش انه يشتغل في اللجنة لانه بينتظروا خبر مهم جدا خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله لما يتحقق بشكل رسمي هنعلونه من خلال شاشة قناة الاهلي منصب كويس نتمنى للتوفيق فيه ممكن يكون موجود في الفترة اللي جاية هيشرف مصر في محافل قرية ودولية خلال الفترة اللي جاية عنقوله فوقتالة ما يتم بشكل رسمي ولكن بننتظر نشوف اتحاد الكرة هيتعامل زي مع الملف ده لده ملفه مهم جدا لكن الحكام كلهم حكام مساعدين وعندي اعتراض على حاجة مع جامل تقديري لكابتن احمد ساهر كابتن احمد ساهر هو شقيق زميل عزيز بيشتغل في قناة نادي منافس في قناة نادي منافس فهل يجوز هل يجوز ان يكون عضو من اعضاء لجنة الحكام شقيقه اخوه شغال اعلامي في قناة نادي منافس في الدور العام ده سؤال انا هطرحه على لجنة الحكام الرئيسية وعلى اتحاد الكرة لان انا واثق ان فيتر بريرا اتعرضت عليه الاسماء من احمد ابو العيلة ومجد رز لكن هو ما يعرفش الناس هو ما يعرفش الناس فمن النهاردة هو قبل اجتماع بكرة اتحاد الكرة بنعرض لحضراتكم الاسماء المرشحة لتشكيل لجنة الحكام طبعا يبدو ان التشكيل بالكامل فيما عادت كابتن محمد فاروق طبعا كان حكم دول كبير بلا خبرات معظمهم مش محاضرين في الكاف او الفيفا ما عندهمش خبرات كبيرة زي خبرات كابتن جمال الغندور كابتن احمد الشناوي كابتن ناصر عباس كابتن وجيه احمد ولكن هنشوف اختيارات بريرا والاسماء المرشحة اللي هتتعرض بكرة في مجلس ادارة اتحاد الكرة وهل المجلس بكرة هيعمل اجتماعه في مقر الاتحاد في الجبلية ولا ممكن يغير المكان في الظل انه عندي معلومة ان بكرة في تجمهر لعدد كبير جدا من الحكام امام مبنى اتحاد الكرة للمطالبة بالمستحقات المتأخرة وتحميل بريرا جزء كبير جدا من المسئولية انا قلت اللي عندي لغاية لما نشوف اللي يحصل بكرة ومعاكو الاسبوع الجاي ان شاء الله لما نشوف التطورات اللي هتتم في الملف ده خلال الساعات اللي جاي دي كانت ابرز الموضوعات فقرة دسمة فيها اخبار كتيرة ولكن قدر ان كان بنقربكوا شوية من مصرح الاحداث في الساحة الرياضية نخرج لفاصل ثم نواصل بعد الفاصل فقرة ترند الاهلي والترند المحلي والعالمي فيها كلام كتير جدا تعالوا نطلع لنشوف اخر اخبار ترند ونرجع ونشوف ايه ابرز الموضوعات اللي في ترند الاهلي اخر اخبار الترند والبداية هتكون من خلال ترند الاهلي والبداية معايا من حساب كورا بلاس نقل تصرحات لدينو لامبرتي وكيل اعمال مارسل كولر واللي اعلم بقاء مارسل كولر مع الاهلي حتى 2026 جدد كولر عاده مع الاهلي الموسمين بخلاف الموسم المقبل ليستمر مع النادي حتى 2026 طيب نروح لحساب يلا كورا وده الخبر اللي سألت فيه زماننا فارو صلاح من شوية بيقولوا بسبب الاصابات الغاء مباراة الاهلي الودية الاولى بمعسكره في النمسا زماننا فارو صلاح يمكن نفع هذا الكلام وقال لا هو مارسل كولر شايف ان المبركة تدبقى ضعيفة جدا ولا المعلومات اللي عندي حتى ان كولر بيفضل انه لو عمل مباراة دية بكرة او بعده يعمل تأسيمة ما بين فريقين داخل الفريق اللي هلمسافر بتلاتة و تلاتين لعب فهيقدر يعمل تلات فرق مش فرقتين بس فكولر بيفكر انه لو ما فيش مباراة دية خلال الساعات اللي جاية هيعمل تأسيمة ما بين الفريقين بدل من المباراة اللي كانت تلعب مع احد فرق الدرجة الثالثة لكن الموضوع مالوش علاقة بالاصابات مفيش اصابات اساسا يعني الحمد لله اللعبة كلها سليمة ممكن مفيش غير عمر السلية والاصابة كمان ما طلعتش مازق زي ما تردد ولكن الموضوع طلع اجهات خفيف في العدلة الخلفية طيب كورا بلاس وجزئية الوديات كولر يبحث مع خالد بيبو اختيار وديات الاهلي في معسكر النمسا هناك اكثر من عرض لمواجهة الاهلي وديا من فرق نمساوية وبطل الدور السلوفيني نمكن ده الاقرب اللي يواجه الاهلي يوم خمسة تسعة ولكن كولر بيبحث من بينهم دلوقتي عشان يختار الافضل لتجهيز اللاعبين بشكل جيد ويمكن المكان ده تحديدا كولر عنده خبرات كبيرة لان كولر كان بيقود منتخب النمسا وعارف المقاطعة وعارف الملاعب وعارف الفرق وعارف كل شيء في هذا المكان فاكيد هيختار خلال الساعات الجاية باقي التفاصيل قبل نهاية المعسكر يوم ستة تسعة حساب في الجول بيقولوا مصدر من الاهلي نحذر من الان من ازمة قادمة في بداية دوري السوبر الافريقي مستعدون لطرق لعبين الاربعة في مباراة اسيوبيا الرسمية وعودتهم للاهلي بعدها ويتم استبعادهم من مواجهة تونس طيب مبدئيا كده قبل ما استعرض في الجول كتب ايه؟ من نفس المكان هنا حذرت وقلت تنبيه هام ويمكن حتى الفيديو موجود على حسابات الاهلي على السوشيال ميديا قلت يا جماعة اجندة شهر اكتوبر فيها ازمة قد تكون مقررة ومتكررة مع الاهلي خلال الفترة الاخيرة قالوا لي ازاي قلت لهم افتتاح السوبر ليج هيبقى يوم عشرين عشرة وانا قلت الكلام ده مبارح لان احنا كنا عارفين القرع يوم اتنين تسعة وقلنا الكلام ده في اليومين اللي فاته بس احنا كنا بنكمل على اللي قلناه وقبل المنتخب ما يعلن وقبل النادي الاهلي حتى النهاردة ما يتكلم على اجندة اكتوبر قلنا خدوا بالكم اجندة شهر عشرة نهايتها يوم سبعتاشر عشرة والقرعي مستبت قد تصفر عن مواجهة الاهلي مع سنبا فتبقى مباراة الافتتاح للبطولة في تنزانيا يوم عشرين عشر فهيبقى معادي المباراة دي بعد نهاية الاجندة التمانية واربعين ساعة ومباراة في السوبر ليج ما فيهاش يزار انا داخل البطول العب فيها ست لقاءات بستة مليون دولار في تلات اسابيع في تلات اسابيع ممكن اكسب ربع مليار جنيه فاكيد لازم اكون جاهز فالمنتخب من بدري اجندة اكتوبر مباراة ودية ما فيهاش مباراة رسمية والتصنيف مش هيقصر لان القرعة هتتعامل يوم 12 اكتوبر قبل بداية الاجندة فلو اعتلع مباراة ودية بلاش المباراة التانية تبقى في اخر يوم وبالليل لا يعني حاول تبكر شوية او تخلي معادي المباراة بدري شوية 16-15 لان 17 دي الاهلي اكيد هيكون لو وقع مع سنبا لازم يكون موجود في تنزانيا فالكلام ده مزبوط بنزمة 100% وحنا نبارا حذرنا منه الوطن سبورت الاهلي يضع كولر امام 3 طرق لحل ازمة المهاجم الجديد ان شاء الله نتمنى خلال الايام القادمة او الساعات القادمة قبل غلق باب القيد يقدر كولر يحدد الشكل النهائي للقيمة الافريقية لان بكرة اخر معاد لتسجيل القيمة اللي هتلعب مباراة سان جورج الاثيوبي في دوري ابطال افريقيا لسه القيد مستمر في شهر تسعة ولكن اللي هيلعب مباراة سان جورج لازم يتسجل بكرة اخر معاد بكرة لكن لو في تسعة اي لاعب تقدر تستفيد منه في دوري المجموعات ان شاء الله في حال التأهل كورا بلاس مصدر لكورا بلاس الاهلي يسعى لضم جنء بوكا لتضعيم خط هجومه في المسلم الجديد طبعا الكلام ده غير صحيح مع كامل احترامي للمصدر اللي اتكلم في كورا بلاس وانا كلام التأكيد اللي عندي انه وكل الناس بتأكد الكلام ده كمان ادارة الاهلي لم تتواصل مع اي مسؤول في سيراميكا للتعاقد مع جون ابوكا طب حساب اليوم السابع كولر يمنح صلاح محسن رشدة قيادة هجوم الاهلي في الموسم المقبل كولر اشاد جدا بدور صلاح محسن مع الاهلي في الفترة الحالية اللاعب ملتزم ايجابي للغاية في فترة المعسكر وبداية الموسم كولر شايفه هيبقى اضافة قوية للاهلي الفترة الجاية عشان كده وجهة نظر كولر ان كان صلاح محسن يرجع عشان يكون موجود مع الفريق خلال الموسم الجديد طب اليوم السابع الاهلي يؤكد جاهزية ياسر ابراهيم لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري ياسر ابراهيم جاهز رامي ربيعة محمود متولي طاهر محمد طاهر كمان ان شاء الله جاهز يمكن اللاعب الوحيد اللي ممكن يكون بعيد شوية عمر السلية وده هنتأكد منه خلال الفترة اللي جاية كمان جزائية تانية متعلقة بامام عشور كان مع كريم فؤاد كان مع اكرم توفيه في زيارة للخابير النمساوي وان شاء الله امام عشور يكون جاهز للفترة اللي جاية اخر حاجة معاه في تريند الاهلي تعرف على ميزانية الاهلي اللي ضم مهاجم اجنبي مصدر بيقول ان الاهلي رصد حوالي مليون وخمسمائة الف دولار للمهاجم الجديد مع رصد مبلغ مليون ومتين الف دولار قيمة الراتب للمهاجم الجديد الناس كلها بتتوقع ولكن محدش عنده معلومة مؤكدة طيب حساب الجول بيقولوا ان كاف اعتمد ملاعب مصر وغينيا بيساو فقط من المجموعة الاولى لإقامة تصفيات كأس العالم يعني بوركينا فاسو سيراليون جيبوتي اثيوبيا منتخبات دي مش هتلعب على ملاعبها لما تواجه مصر هل بقى ممكن لعبوا في المغرب كلام مش جديد على فكرة يعني حتى المنتخبات دي في تصفيات كأس الأمم المؤهلة للكودفور ما لعبوش على ملاعبهم فالكلام مش جديد وانبرح الكاف اصدر قيمة ملاعب بوتولتين تصفيات كأس العالم والدوري التنهيدي التاني في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية حساب الجول اتكلم على ملاعب مصر اللي تم اعتمدها سواء في تصفيات كأس العالم أو حتى في الأدوار التنهيدي لمسابقتين دوري الأبطال والكونفيدرالية وزي ما قلت لحضراتكم ست ملاعب استاد القاهرة الدفاع الجوي استاد السلام استاد برج العرب استاد السويس ده استاد المحافظة في السويس واستاد هيئة قناة السويس في الإسماعالي طيب حساب اليوم السابع ميكالي بيضع الرتوش الأخيرة على قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر شهر 9 نفس التوقيت مع الأجندة منتخب مصر المعسكر هيتلعب في الفترة من 4 إلى 12 9 وميكالي بيشوف الرتوش الأخيرة لضم اللاعبين في ظل أنه بالتأكيد هيعمل معسكرات أثناء لجندة دولية خلال الفترة اللي جاية طيب نروح للترند العالمي ومحمد صلاح حساب ميلي سبورت بيتكلم على موضوع محمد صلاح وهل ممكن يغادر ليفربول خلال الساعات اللي جاية الكلام هنا أن محمد صلاح لاني يستمر مع ليفربول حتى نهاية الإسبوع المقبل ده حساب ديلي ميل بيتكلم فيه على إمكانية مغادرة تصلاح وده على فكرة تصريح قاله أحد الصحفيين على عهدته بيقول أن صلاح هيغادر الأسبوع المقبل وكان فيه كلام على فكرة بعد ماتش نيوكاسل أصلي دي آخر مبارح لصلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل عموما هنشوف اللي يحصل خلال الفترة اللي جاية يلا قرى نقل تصريح رودي جاليتي صحفي في سكاي سبورتس واللي اتكلم وقال وفد من اتحاد جده غادر إلى ليفربول من أجل صفقة صلاح الهدف إقناع ليفربول ويرجن كلوب بإتمام الصفقة ومن المتوقع زيادة العرض المالي الذي تم إرساله ومحاولة لإقناع ليفربول بالبيع موقف صعب ومعد غلق القيد في السعودية 7-9 والأيام بتجري وأنا أعتقد الموقف بيزداد صعوبة وصلاح وجه التنظر واضحة من خلال الرسائل الغير مباشرة اللي وجهها من خلال حسابه على الإنستجرام طب السؤال ترحناه في بداية الحلقة تشكيل الأهلي في مباراة اتحاد العاصمة توقعتكم من بدري كده قبل المباراة بحوالي 17 يوم ممكن كلها يلعب بمين نشوف عمر صلاح بيقول أتمنى تشكيل الأهلي كالآتي الشناوي هاني منعم ياسر معلول ديانجا مروان الشحاية قهرباء رضا سليم صلاح محسن وإن شاء الله الأهلي فوس 3-0 تحياتي لك يا أستاذ محمد والفريل عمل والبطولة أهلوية بإذن الله شكرا لك يا أستاذ عمر أستاذ محمد عبد الرازي بيقول مساء الخير يا أستاذ محمد توقع لتشكيل الأهلي مباراة السوبر شناوي هاني منعم ياسر معلول ديانجا مروان أفشا مبين قصين إمام عشور رضا سليم الشحاية قهرباء تحياتي إن شاء الله هنكسب وناخد البطولة تاني رأي عنده توقع أن رضا سليم هيكون موجود أستاذ ياسر بيقول الشناوي هاني ياسر منعم معلول مروان ديانجا أفشا تاو كهرباء الشحاية أستاذ ياسر يعني بيقول لك خلينا في اللي نعرفه دلوقتي لما نشوف الشكل الجديد أستاذ جمال بيقول التشكيل الشناوي معلول ياسر منعم هاني ديانجا مروان إمام عشور هيسين الشحاية قهرباء تاو إن شاء الله الأهل يفوز اتنين صف بعض الناس بتتوقع أن يكون إمام عشور موجود أستاذ ملك بتقول مساء الخير الشناوي معلول منعم ياسر هاني مروان ديانجا إمام الشحاية تاو كهرباء ده تالت رأي في تواجد إمام عشور أخذ رأي معايا هبة أتوقع التشكيل الكليقاتي الشناوي معلول ياسر منعم هاني ديانجا مروان أفشا الشحاية تاو كهرباء اللي نعرفه لغاية دلوقتي أفضل لغاية لما نشوف الموسم الجديد دي توقعات هبة أتمنى فوز الأهلي وتحياتي لحضرتك شكرا جزيلا لك يا أستاذة هبة دي توقعات يعني عينة كده من بعض جمالي الأهلي اللي حابت تشارك معنا في الإجابة على السؤال ولسه طبعا بدري على مباراة اتحاد العاصمة الجزائري إن شاء الله من هنا للأسبوع اللي جاي هنحاول نعرف معايد طرح التذاكر معايد المباراة بشكل رسمي وكل التفاصيل المتعلقة بالآله خلال الفترة اللي جاية لحين تحديد المشوار المحلي والخريطة المحلية لغاية لما الربطة والتحاد الكرة يفكروا في الموسم الجديد في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ويوم السبت المقبل بإذن الله حلقة جديدة من برنامج ألترينت شكرا وإلى اللقاء